مرحبا بكم ورمضان كريم كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة النهاردة هنتكلم على طاقم الأسنان ومشاكله في شهر رمضان لأن للأسف أغلب مشاكل طاقم الأسنان بتبقى في الشهر الكريم نتيجة لان شغلنا طبعا بالصيام وتحضير وجبات الأكل والزيارات العائلية فالشخص بينسى أنه هو يهتم بطاقم الأسنان وللأسف بيعمل حاجات كتير غلط بتؤدي إلى مشاكل في شهر رمضان مع طاقم الأسنان النهاردة هنشوف المشاكل ديت وهديكم نصائح كتير للحفاظ على طاقم الأسنان في شهر رمضان أول حاجة المشكلة اللي أغلبكم بيتعرضوا ليها هي أنكم بتناموا بطاقم الأسنان في شهر رمضان أنا كنت اتكلمت وقلت قبل كده ممنوع مانعا بتا النوم بطاقم الأسنان في شهر رمضان ولكن للأسف ناس كتير تقول يا دكتور ما أنا أصل ساعتين ثلاثة وهقوم الصبح أتصحر أصل أنا ساعتين ثلاثة وهقوم أكل تاني ليه أخلع طاقم الأسنان أنا مكسل فطبعا ده بيعمل لي مشاكل كبيرة أني أنام بطاقم الأسنان بيحرم لي الفم من الدورة الدموية بيحرم لي من دخول الأكسجين للفم بيزود من تآكل عظام الفك وللأسف كمان أحيانا بيكون طاقم الأسنان مش متنظف كويس وننايم به يبتجي يزود لي البكتيريا يزود لي الفطريات يزود لي رائحة الفم الكريهة ورائحة الطقم الكريهة ده غير طبعا أن التركيبة الجزئية المتحركة للأسف ممكن أنعس أستنشقها وتدخل على الرئة أو قبلعها وتدخل على الجهاز الهضمي وطبعا إحنا في غنى عن كل دو نمشي روتيننا العادي اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنخلع طقم الأسنان بننظف طقم الأسنان كويس جدا وبنحطه فيه المحلول المطهر بالكباية جنبنا وبيكون الفم نظيف غاسل أسناني وغاسل لساني وغاسل سقف حلقي ومنظف الفم كويس جدا ومضمضه بالمضمضات الطبيعية وماكسرش روتين النظافة في شهر رمضان تاني مشكلة بتصادفنا هي مشكلة أكل المكسرات طبعا رمضان ويميش رمضان والمكسرات والفزق والبندق والحاجات الجميلة اللي إحنا كلنا بنحبها ولكن أنا نبهت قبل كده وبفكركم تاني في شهر رمضان إن إحنا ممنوع مانعا باتا أكل المكسرات مع طقم الأسنان لو أنت بتحب المكسرات هنكسر المكسرات بره بالكسارة مش على طقم الأسنان ونبتدي نطحن المكسرات أو نكسرها بالهون أو بأي حاجة عندنا في البيت بحيث نخلي المكسرات مفتفتة خالص وطرية نقدر نحطها على الأكل نقدر نحطها على المشروبات ونستمتع برضو بيء المكسرات وناخد قيمتها الغذائية بدون تلف لطقم الأسنان بدون ما أحط قوة غير متساوية من مضغ المكسرات على العظم وبالتالي يعمل لي تآكل فيه عظام الفك وبالتالي دمور فيه اللثة ونقول طقم الأسنان وسع ليه فيه بعد شهر رمضان تالت مشكلة بتصادفنا هي أكل الحلويات مع طقم الأسنان طبعا إحنا ممنوع إن إحنا ناكل الحاجات اللي بتلزق والحاجات اللي بتشد مع طقم الأسنان زي النوجة والكراميل والحاجات المسكرة زيادة مش بس علشان طقم الأسنان ولكن علشان الصحة العامة نحاول نقلل شوية من الحلويات ولو أكلنا حلويات نقوم بسرعة نغسل طقم الأسنان ونغسل الفم كويس ونشطفل طقم تحت مية جارية علشان طبعا ما تسبب ليش رائحة فم كريهة ما تسبب ليش زيادة في البكتيريا زيادة في الفطريات وبعد كده نشتكي بعد شهر رمضان ان الطقم بدأ يحصل فيه تصبغات رائحة الطقم كريهة رائحة الفم كريهة بدأت أسنان تسوس مع طقم الأسنان لو لابس تركيبة جزئية خامس مشكلة هي مشكلة جفاف الفم طوال شهر رمضان في طول نهار شهر رمضان طبعا ما بشربش مية با بكل شي ما فيش ترتيب للفم وبالتالي بحس بحرقان شديد فيه الفم ووجع وقرح والتهابات مع طقم الأسنان أنا أنصح ان احنا لما نيجي نفطر ونتصحر ناخد قدر كافي من المية دي أول حاجة تاني حاجة نشتري مضمضات لعلاج جفاف الفم زي أورال بي منزلة حاجة لعلاج جفاف الفم زي كول جيت منزلة حاجة لعلاج جفاف الفم نشتري لعاب صناعي أو artificial saliva نشتري رزاز للفم من الصيدلية نبتدي ناكل فيه الصحور والفطار المأكلات اللي فيها نسب مية عالية زي الخيار زي الخص زي الجرجير كل الحاجات دي بتزود لي ترتيب الفم وبتقلل لي من مشكلة جفاف الفم على مدار طول نهار شهر رمضان مع طقم الأسنان وسادس حاجة وآخر حاجة وأهم حاجة هي ما نخليش إن شهر رمضان وتقاليد وعداد شهر رمضان تنسينا النظافة إهمال النظافة للطقم بنشوفه كتير في شهر رمضان للأسف الناس بتهمل تنظيف طقم الأسنان أو بتنسى تنظيف طقم الأسنان نمشي بروتين تنظيفنا اللي احنا بنستخدمه عادي في الأيام العادية نمشيه برضو في شهر رمضان بل بالعكس نهتم أكتر بنظافة الطقم في شهر رمضان علشان بعد كده ما نتفاجئش بتصبغات على الطقم ورائحة كريهة للطقم ورائحة كريهة في الفم أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ومن نصائح النهاردة للشهر الكريم ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية مش أطول عليكم بتمنى لكم الصحة والعافية ورمضان كريم